عنوان هذه المرحلة هي مدينة بخمود خاصة وأن هذه المدينة تتعرض منذ عدة أشهر لعدة هجمات صاروخية من قبل الجانب الروسي في محاولة منه للتقدم على المناطق الأكثر استراتيجية وهي مناطق كمثل منطقة إكراماتورسك واسلافيانسك في شمال مقاطعة دونيتسك لكن الجيش الأوكراني لحد هذه اللحظة ووفقا لبيانه الصادر صباحا هذا اليوم قال بأن الجيش الأوكراني ماذا لا يحتفظ بمواقع تموضعه بالقرب من مدينة بخمود لكن المدينة أصبحت هشة كثيرا دفاعاتها أصبحت هشة بالنسبة لأجانب الأوكراني خاصة وأن هناك كثافة بإطلاق السواريخ وكثافة أيضا بتحرك القوات الروسية في محور هذه المدينة وليست هي المدينة الوحيدة التي تتعرض لهجمات صاروخية أيضا المدينة المتاخمة لها وهي مدينة إسويدار كذلك تعرضت لعدة هجمات صاروخية وفقا لبيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية كذلك أيضا مدينة أفديفكا هذه الثلاث مدن هي تسمى مدن الطوق بالنسبة للقاعدة الأهم استراتيجية وهي مدينة إكراماتورس الواقعة في شمال مقاطعة دونيسك الجيش الروسي يحاول اختراق دفاعات القوات الأوكرانية المتواجدة في منطقة بخمود للوصول إلى منطقة إكراماتورس كذلك أيضا ميدانيا في المناطق الجنوبية لا تختلف كثيرا عن المناطق الشرقية بالنسبة لمدينة بخمود خاصة وأن الجيش الروسي صباحا هذا اليوم كثف ضرباته الساروخية على خط التماس أو الخط الفاصل ما بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية في هذا الخصط الفاصل الممتد من آخر نقطة من مدينة خرسون إلى مدينة بخمود والولوج إلى مقاطعة لوهانس صباحا هذا اليوم قالت هي تركان العام القوات المسلحة أن القوات الروسية قصفت مدينة ميكولايف مما أصفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وتم من خلاله استهداف بناء تحتية في مدينة ميكولايف وما زال القتال مستمر في شمال منطقة خرسون طيب على الصعب السياسي عامر وفيما يتعلق بالتقارير الدولية التي أشارت إلى وجود ضغوط أمريكية على أوكرانيا لحملها على تقبل التفاوض مجددا مع روسيا كيف؟ هل عقبت على ذلك؟ لحد هذه اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي من قبل الجانب الأوكراني حول هذه التسريبات أو حول ما تم تناوله في الإعلام الأمريكي لكن في وقت سابق كانت هناك تصريحات حتى من رئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي الذي قال سرعان ما رد على محاولة انضمام الأربع مناطق الانفصالية إلى المناطق الروسية قال بأنه لا يمكن الوصول إلى مفاوضات مع الجانب الروسي لطالما بقي الرئيس الروسي في سدة الحكم كذلك أيضا مرر أندري يارماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني التصريحات لمستشار الأمن القومي حينما زار كيف قال خلاله أن أوكراني لن تعتبر نفسها منتصرة إذا لم تحقق النقاط التالية وهي إعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم وإعادة سيطرتها على أقليم دومباسك ومنطقة زبروجيا وخرسون ومن ثم تقديم لأوكرانيا ضمانات أمنية ومن ثم أيضا تقديم لأوكرانيا التعويضات من قبل الجانب الروسي ومحاكمة المسؤولين الروسيين ومن ثم ضمان عدم تكرار هذه الحرب مرة أخرى عند تحقيق هذه النقاط يتم خلالها إعلان انتصار أوكرانيا في هذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر